وعند الغروب سيأتي الضياء فتشرق روح الهدى والقلوب المؤمن إنسان متجاوز لحدود المادة وأسوار المحسوسات وقيد الزمن الحاضر فله في لطف الله أمل وله في ثواب الله طمع وهو من انتظار الأجر في عبادة ومن ترقب الفرج في فرح أمره كله خير تصيبه السرار فيشكر احتسابا وتصيبه الضرار فيصبر احتسابا وتدعوه نفسه للحرام فيمنعها احتسابا إن الاحتساب هو الإيمان إن غاب الاحتساب فماذا يبقى من الإيمان إن المؤمن الحق إنسان متجاوز للشهادة إلى الغيب للنفس إلى خالقها للرغبة العاجلة إلى الثواب المؤجل أحب شاب مسلم فتاة النصرانية ملكت عليه السمع والبصر أحبها حبا عظيما وشغف بها حبا أراد أن يتزوج بها فرفض أبوه قال والله لن تتزوج بنصرانية إن أسلمت فبها ونعمت وإلا فلا بعد إلحاح الملحين وشفاعة الشافعين أذن الأب لهذا الإبن أن يتزوج بها ولكن بعد إسلامها ودخولها في دين الله فما كان من هذا الشاب إلا أن ذهب بالكثير من الكتب والأشرطة لهذه الفتاة وجاء بالدعاة والأخيار حاوروها ناقشوها جادلوها حتى أذن الله عز وجل لها وشرح صدرها للإسلام فآمنت وأسلمت وجاء اليوم الموعود واللحظة الحاسمة التي هو في أمس الحاجة إليها وأعظم الرغبة فيها وجاء يخطبها من أهلها فأبت عليه الفتاة قال لها لماذا؟ قالت لأن الإسلام الذي تعلمته من هذه الكتب وهذه الأشرطة ومن المشايخ غير الإسلام الذي أراه عليك الفرق واسع والبون شاسع بينك وبين سلوكك وبين دينك الذي هدان الله عز وجل إليه أيها الأحبة قضيتنا قضية عادلة لكن المحامي في بعض الأحايين محام فاشل سلعتنا والله غالية غالية جدا ألا إن سلعة الله غالية لكن تسويقنا دعايتنا إعلاننا عن هذه السلعة إعلان باهت ضعيف لا تنشرح به الصدور ولا تطيب به القلوب نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عنه عائشة قالت كان خلقه القرآن أي أنه كان يمشي على وجه الأرض وكأنما المصحف يتحرك في كل مكان عندما رأيت جمع من الشباب على معصية ظاهرة ذهبت إليهم سلمت عليهم ارتعوا مني فقلت لهم لن تراعوا إنما سأضرب لي ولكم مثلا تخيلوا لو أن نظرنا إلى قصر جميل يأخذ بالألباب تنشرح له الصدور هذا القصر العظيم جمعت فيه أطيب الدنيا وفجأة وإذا بالباب يفتح ليخرج من ذلك الباب رجل رف الثياب ممزق الإهاب عليه مظهر الفقر والحاجة والخصاصة من هذا الرجل؟ قالوا هذا صاحب القصر أي عقل هذا؟ هل هناك مشاكلة أو مشابهة أو مقارنة بين القصر وبين صاحبه؟ حقيقة أيها الأحبة هذا واقع الكثير من المسلمين مع هذا القصر العظيم الذي شرفنا الله به مع ديننا نحتاج أن نراجع أنفسنا أعظم مسوق لهذا الدين أن نلتزم به أعظم دعاية وإعلان لديننا أيها الأحبة أخلاقنا قيمنا مبادئنا سلوكنا في حياتنا فإذا أردنا أن ندعو لدين الله فعلينا أن نعود نحن إلى دين الله وأن نتمسك به وأن نلتزم به وأن نكون كما كان محمد صلى الله عليه وسلم فنكون دعاة بأخلاقنا بتصرفاتنا بآدابنا بقيمنا ولا تسأل بعد ذلك عن عباد الله كيف سيفئون إلى دين الله أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علي رضي الله عنه وأرضاه إلى قرى يهود وقال له صلى الله عليه وسلم وانزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام فلأي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نحن أيها الأحبة في الحياة الدنيا دعاة إلى دين الله تبارك وتعالى شرفنا الله عز وجل وأعزنا وأكرمنا بهذا الدين العظيم قيمتنا في أن نلتزم به وأن ندعو إليه فنحن دعاه وهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولأهم الآخر في أمس الحاجة إلى رحمتنا لأننا إنما نحن رحماء رحماء بهم جئنا لنأخذ بأيديهم ونسوقهم جميعا إلى الله سوقا جميلا والله أيها الأحبة لا إسلام واحد من هؤلاء الكفار أحب إلى قلوبنا من قتلهم جميعا لذلك أيها الأحبة نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم يبي لنا قيمة هذه الطاعة ثمرت هذا العمل الصالح فيقول فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي أمامة إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير هل تأملتم هذه النعمة والمنة؟ إن الله يكفيك أليس الله بكاف عبده؟ إن الله وملائكته كم عدهم؟ كم حدهم؟ ذلك ما لا يحصيه إلا الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو ملك راكع في البيت المعمور في السماء يدخل فيه في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ألبتة مرة ثانية هؤلاء هم ملائكة الله سبحانه وتعالى بماذا وكلهم الله عز وجل؟ قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض كم في الأرض من حشرة ودابة وخلق كل أولئك ماذا يفعلون؟ ماذا يعملون؟ بأمر الله عز وجل قال ليصلون على معلم الناس الخير أرأيتم المن من الله تبارك وتعالى؟ أرأيتم الفضل كيف أن الله يجتبي من يشاء لهذه الطاعة من عباده؟ لو تأملت وإياكم أيها الحبة من اصطفى سبحانه وتعالى لهذه الطاعة؟ الأنبياء والرسل وهم أعظم خلق الله على الإطلاق أنبياءه رسله عليهم السلام هم أكرم الخلق على الخالق ولذلك اصطفاهم للعبادة العظيمة التي يحبها سبحانه وتعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين دعا إلى الله إذن لا أحسن قولاً ولا فعلاً من ذلك الذي دعا إلى الله دعا إلى توحيد الله وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله سبحانه وبحمده كل مننا أيها الحبة يريد أن يكون مباركاً حيثما حل وارتحل تأملوا إلى قول عيسى عليه السلام جعلني مباركاً أينما كنت يقول قتادة رحمه الله تعالى مباركاً أينما كنت أي داعياً للخير فكن مباركاً حيثما حللت وارتحلت لو أن عقرباً دخلت إلى جمع من الشباب أو من الناس هل ستتركها تدخل إليهم وربما تؤذيهم ولن تحرك ساكناً لو أن ناراً أوقدت في حجرة وفيها أناس هل ستتركهم تلتهمهم هذه النار حاش لدينك ولإيمانك ولمشاعرك وأحاسيسك أقول الذنوب والخطايا والمعاصي والمبقات التي ألمت بكثير من الناس والله أشد خطراً وأعظم ضرراً من هذه الحية أو تلك النار إذن هل ستتركهم يأبى عليك دينك وإيمانك وتقواك إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى استنقاض للناس من غفلاتهم إنها في الحقيقة رحمة من الله تبارك وتعالى يرحم بها من يشاء من عباده أن تأخذ بيد أخيك تحجزه عن النار تسوقه إلى القهار سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشعروا هذه المهمة العظيمة ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ما أن دخل في دين الله وإذا به يأتي بستة من العشر المبشرين بالجنة كل أولئك في ميزان حسناته يوم أن يلقى الله فمن دل على هدى فله مثل أجل صاحبه لا ينقف ذلك من أجورهم شيئاً أبو الذر رضي الله عنه الغفاري عندما دخل في الإسلام مع أول ساعة وأول لحظة دخل فيها في دين الله عز وجل قال يا رسول الله ائذل أن أذهب إلى قومي فأدعوهم إلى الله عز وجل الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه أيضاً استشعر الداء الذي كمن في قلوب الكفار الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وشرح الله صدره للدين أول طلب أول موقف يسجل له في ديوان العظماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن دوساً كفروا ائذل أن أدعوهم فأذن له صلى الله عليه وسلم وجاء بسبعين من بيوتهم قد آمنوا بالله تبارك وتعالى هذه الحرقة التي في قلوبنا أيها الحبة هي التي ستكون لها أثار وثمار في حياتنا إن شاء الله ترى لو أني أبصرت أحد أبنائي قد ارتفعت حرارته يتألم يتوجع هل سأنام لا يمكن أن يرقى لجفن أو أن أنام لا يمكن لأن الحرارة التي في بدنه هي في الحقيقة في قلبي أنا أرجو أن تكون هذه الحرارة على ديننا الحرقة على عقيدتنا في قلوبنا جميعاً لو أن هذه الحرقة والحرارة والحب لديننا أيها الحبة خالط بشاشة قلوبنا والله لن نتخاذر والدعوة إلى الله عز وجل ليست حكراً على علماء أو المشايخ أو الدعاء كل مسلم ينبغي أن يكون داعية إلى الله عز وجل فماذا يعني أن تكون مسلماً؟ ماذا يعني أن يكرمك مولاك بدينه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لا تنشر هذا الخير بين الناس كن كالريحانة تعبق بشذاها في كل مكان وكل زمان يا رب تظاهرت علينا منك النعم وتتابعت عندك منا الذنوب فلك الحمد على النعم التي تظاهرت ونستغفرك للذنوب التي تتابعت وأنت يا رب عن عذابنا غني ونحن إلى رحمتك فقراء اللهم إن ذنوبنا لا تضرك وإن رحمتك إيانا لا تنقصك فاغفر لنا ما لا يضرك وحب لنا ما لا ينقصك قبيل القروب حكايا فؤاد نسير اشتياقا تروي القلوب تحطم قيدا أسير الحياة تحطم قيدا أسير الحياة تحطم قيدا تحطم قيدا أسير الحياة اشتركوا في القناة